بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الدرس السابق اتعرفنا على مصطلحين موجودات في لغة الدارت وفي كثير من لغات البرمجة اللي هنه مصطلح الإتريتور ومصطلح الإترابل طبعا حكينا سريعا نبذي عن الإترابل خلينا قبل ما ندخل على الموضوع الرئيسي في هذا الدرس نحكي عن الإتريتور لو جينا على هذه المقارب في هذا المقالب يعرفنا الإتريتور اللي هو عبارة عن كلاس وبما أنه إحنا لسه ما أخذنا الكلاس خلينا نحكي عبارة عن شيء في لغة الدارت هذا الشيء أو هذا الكلاس يستخدم للحصول على مجموعة من القيم قيمة الو الأخرى طبعا أكيد من داخل الكوليكشن أو من داخل الإترابل يعني لو كان موجود عندي هذا الكوليكشن أو هذا الليست أو هذا الإترابل يبيحتوي على مجموعة القيم ولو جينا اعملنا له طباعة ونفذنا هذا الأمر رح يطبع لي الإترابل أو رح يطبع لي الليست كما هي طب أنا لو بدي أستخرج القيم من داخل هذا الليست ثم أنفذ عليهم عملية قيمة تلو الأخرى رح أستخدم الإتريتور ومتفقين أنه اللوبز هي عبارة عن إتريتور فبالتالي ممكن أن نحن نجي نستخدم الفور إن لوب أو الفور لوب أو الفور إيتش أي شكل من أشكال اللوب علشان ننفذ عملية قراءة القيم أو ننفذ عملية على القيم اللي موجود في داخل الليست قيمة تلو الأخرى لو جينا نفذنا هذا الأمر لاحظوا معي في الحالة الأولى طبعا ليه هذه الليست كما هي بينما في الحالة الثانية نفذ لي عملية الطباعة على القيم كل قيمة على حدة أو قيمة تلو الأخرى طيب لو جينا كملنا إيش حكينا هنا عن الإتريتور حكينا إنه بنفذ عملية التكرار على الكوليكشن أو على الإترابل باستخدام إشي اسمه موف نيكست يعني باختصار شديد إحنا بإمكاننا إنه نقرأ القيم كل قيمة على حدة في داخل الليست باستخدام الفور أو باستخدام الإتريتور مباشرة خلينا نجرب الآن جربناها باستخدام الفور أو باستخدام الفور إيج في أي طريقة بدك إياها خلينا نجرب أو نأخذ مثال كيف بدنا نستخرج القيم من داخل هذه القائمة باستخدام الإتريتور لو كان موجود عندنا هذا المثال هذا المثال عبارة عن قائمة فيها مجموعة من القيم في المثال السابق إحنا استخرجنا القيم اللي موجود في داخل الليست من خلال الفور إن خلينا في هذا المثال نستخرج القيم الموجود في داخله من خلال الويل لوب طبعا إحنا حكينا عن الويل لوب سابقا وخلينا من خلال هذا المثال نسترجع معلوماتنا إحنا لما بدنا ننشئ لوب باستخدام الويل أول إشي بدنا نعرف الكاونتر خليه مثلا إنتجر آي مثلا بتساوي صفر ومنعطيه قيمة ابتدائية بعدين منيجي منيحكي وفي داخل أكواس الويل بنضيف الشرط اللي طالما إنه هذا الشرط متحقق نفذ لعملية اللي هي عملية الطباعة فالشرط رح يكون طالما إنه قيمة الكاونتر اللي هو عبارة عن آي أقل من طول هذه الأر طب كيفنا نيجي لطول هذه الأر أو هذه الليست نيجي منيحكي fruit أو fruits dot length طالما إنه هذا العداد أقل أو قيمة العداد أقل من طول هذه القائمة نفذ لعملية الطباعة فبالتالي ما يجي منيحكي له نفذ لعملية الطباعة على قيم الر أو على قيم الليست اللي هي عبارة عن fruits ثم في داخل أكواس المجموعة بنضيف الاندكس وبما إنه الكاونتر بدي حدد الاندكس فبنضيف قيمة المتغير المخزنة في داخل الكاونتر وأكيد ما بننسى نكتب الآي بلس بلس اللي هي زيادة قيمة في كل مرة علشان ما ندخل في مشكلة الانفينت لوب لو جينا نفذنا هذا الأمر لاحظوا معاي إنه استخرج للقيم قيمة قيمة من داخل هذا الكوليكشن طيب لو جينا هذه العملية نفسها بدنا ننفذها من خلال الاتريتور يعني هذه اعملنا لها مع هذه طبعا لو جينا اعملنا لها كومنت وبدنا عملية استخراج القيم ننفذها مباشرة من خلال الاتريتور لأنه ممكن أنت بتقرأ في المادة أو أنت بتشوف أمثل على الإنترنت تشوف استخراجها من خلال الاتريتور مباشرة أول إشي إحنا بدنا نعرف متغير من نوع اتريتور بأنه object الاتريتور موجود في داخل اللغة فبالتالي أنا ممكن يعرف متغير من نوعه فبنيجي بنقول إتريتور إتريتور ومنسمي أي اسم زد مثلا تساوي fruits dot iterator dot iterator وبما أنه متفقين إنه الإتريتور عنده قدرة يعمل تكرار على الكليكشن باستخدام الموف نيكس فبالتالي بنجي بنحكي له while وبعدين z dot move next طبعا move next عبارة عن دالة هذي الدالة بتسترجع لي نعم أو لا فطالما إنه عنده قدرة هذا الزد اللي هو أصله اللي استفروت على القيام بعملية تكرار نفذ لي اللي بين الأكواز يعني مثلا لو كان قبل ما نكتب هذي الجملة هاي control x لو جينا هون مثلا نعملنا print وبعدين z dot move next وجينا نفذنا هذا الأمر رح رجع لي true or false يعني برجع لي قيمة boolean لو جينا نفذنا هذا الأمر لاحظوا معاي إنه رجع لي true أي يعني عنده قدرة إنه هذا الiterator يدخل على هذا ال collection ثم ينفذ عملية قراءة القيم قيمة الو الأخرى خلينا نرجع ال while هاي control v طالما إنه عنده قدرة إنه يقرأ القيم إذن بدنا ننفذ عملية print طب print لا لا z dot current أو current قيمة الحالية لو جينا نفذنا هذا الأمر لاحظوا معاي إنه النتيجة نفسها رح تكون نفس نتيجة ال while loop اللي هو المثال السابق أنا بصراحة عطيت هذا المقدمة لأنه ممكن يظهر عندك إشي مثل هيك يظهر عندك إشي مثل هيك علشان تكون عارفوا وهذا الحكي أكيد رح نفهمه بزيادة يعني هاي التفاصيل اللي عملناها في الدروس المتقد الموضوع الثاني اللي إحنا بنحكي عنه في هذا الدرس اللي هو إشي اسمه الكيو طبعاً في الدرس السابق حكينا إنه ال sit وال list وال queue هي عبارة عن iterables ال sit وال list إحنا عارفين هن بيظل إنه نتعرف على الكيو ولو إنه الكيو يستخدم في حالات خاصة طب لو جينا حكينا إيش الفرق بين اللي ست وال sit متفكين من قبل إنه ال sit هي عبارة عن list مبدئياً يعني هي عبارة عن شيء بيشبه اللي ست ولكن الفرق بين هن إنه ال sit بتلغي التكرارات طيب إيش هي الكيو أو إيش الفرق بين الكيو وبين ال sit وال list باختصار شديد إنه عملية المعالجة في الكيو بتتم على الأطراف ثم عملية الوصول للبيانات في داخل ال sit وال list بتتم في كثير من المرات بطريقة عشوائية ولكن إذا أنت بدك عملية معالجة البيانات تتم بإدارة وبتنظيم إحنا نستخدم الكيو إذا أنت دارس أي تخصص من تخصصات الحاسوب عارف شو يعني الكيو وعارف إنه الكيو بيستخدم نظام first in first out طب هذا الحكي اللي حكيته إيش معنى لو كان عنا موجود مثلا خلي نشوف هذا المثال لو كان هذا عبارة عن كشك وفي داخل هذا الكشك في شخص ببيع التذاكر ثم في عدة أشخاص بدهم يشتروا التذاكر أول شخص بيجي وبعدين بيجي عندي الشخص الثاني بعدين بيجي عندي الشخص الثالث بعدين بيجي عندي الشخص الرابع الآن عملية المعالجة في داخل الكيو بتتم كالتالي first out فبالتالي الشخص اللي أجي أول بتم بنفذ عملية المعالجة اللي هي عملية شراء التذكرة فعشان هناك الشخص الأول بيجي بيشتري التذكرة ثم الشخص الأول بيغادر بعدين بيجي الشخص الثاني بيشتري التذكرة ثم الشخص الثاني بيغادر بعدين بيجي الشخص الثالث بيشتري التذكرة يعني الشخص اللي بيجي بالأول بيغادر بالأول الشخص اللي بيجي الأخير بيغادر آخر واحد طيب خلينا نشوف كيف الكيوب تنكتب في داخل الدارت بداية نحن لازم نستورد هذا المكتب اللي هي عبارة عن الدارت كوليكشن طيب لو بنعرف كيوب نجي بنكتب كيوب طبعا أول حرف لازم يكون كابيتال وبعدين بنسمي أي اسم يعني مثلا كيوب اكس يساوي نيو كيوب هاي نيو كيوب هيك احنا عرفنا كيوب لو بنجي نعمل له طبعا أكيد رح يطبع لي كوليكشن فارغة يعني لو جينا كلنا له اطبع لي الاكس وجينا نفذنا هذا الأمر لاحظوا معاي انه بيطبع لي كوليكشن فارغة طبعا لو بدأ أضيف قيم في داخل هذا الكيوب بستخدم عدة دوال من بين الاد والاد اول طب لو كان موجود عندي مثلا هذي ليست مثلا زد بتساوي مثلا موجود في داخلها مجموعة القيم خلي مثلا موجود في داخلها الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اضيف اترابل يعني اترابل بضيف قائمة مثلا او بضيف ست هيضفة اترابل مباشرة لاحظين معاي وما بدناش هذي الليست زد وبرضو بنفس الشغلة ضف اللي اياها طبعا بامكاني اني انا مثلا استخدم الدالي اد يعني لو جينا كلنا مثلا اكس دوت اد والدالي اد بدخل في داخلها قيمة مباشرة مش زي الاد اول انا بدخل في داخلها اترابل او بدخل في داخلها لست او قائمة او انا مثلا فاليو مباشرة زي مثلا ضبل اف مثلا بدأ ادخل في داخلها ولو جينا نفذنا عملية الطباعة لاحظوا معاي انه اضاف هذا القيمة ايضا من الدوال الموجودة في الكيو اللي هي مثلا اد فيرست هاي اد فيرست واد لاست هاي اد فيرست مثلا بدي في البداية اضف اللي مثلا فيرست وبدي في النهاية اكس دوت اد لاست في النهاية اضف اللي لاست ولو جينا نفذنا هذا الامر لاحظوا معاي انه القيم اللي في البداية الفيرست ضف الليها في البداية واللاست ضف الليها في النهاية طبعا لو تيجي تحكيلي مثلا طب انا بعرف الليست وبعرف الست ومبسوط معاهن شو بدنا في الكيو لنفترض انه مثلا انت بتسوي فيه تطبيق معين هذا التطبيق لازم القيم تكون مرتبة القيم اللي بتوصل اول لازم تنفذ اول يعني تعطيك مثال مثلا الذاكرة المؤقتة الموجودة في داخل الطابعة لنفترض انك انت اعطيت خمس اوامر طباعة فبالتالي البيانات او الاوامر بتكون بخزنة في داخل هذه الذاكرة المؤقتة انه المستند اللي انت اول اشي اعطيته امر طباعة رح يتنفذ اول اشي والمستند يعني قصة الكيو مهمة جدا في البرمجة ولكن مش في جميع الحالات في حالات مخصصة لازم انه احنا نستخدم الكيو وفي الحالات العامة نستخدم الكوليكشنز العامة اللي احنا بنعرفها طبعا احنا لو بدنا نستعرض القيم اللي موجودة في داخل الكيو كل قيمة على حدة رح نستخدم اللوبز خلينا اول اشي نجي نستخدم اللوب العادي زي مثلا فور ايج بنجي بنحكيله اكس دوت فور ايج وبعدين بنجي بنحكيله برينت لو جينا نفذنا هذا الامر طبعا برينت بتكون لوحدها خلنا نمسح هذا الحكي وبعدين جينا نفذنا امر الطباعة لاحظوا معاي انه كل قيمة طبع ليها على حدة طبعا احنا لو بدنا نستخدم فكرة الفكرة اللي حكيناها في بداية هذا الدرس اللي هي فكرة الائتريتور نيجي اول اشي بنعرف اتريتور خلينا نمسحها دولا نيجي اول اشي بنعرف اتريتور اتريتور مثلا زد احنا استخدمنا الزد لا ما استخدمناهاش اتريتور زد بساوي نيو اتريتور مش نيو اتريتور يساوي اكس دوت اتريتور اكس دوت اتريتور وبعدين منيجي على ال while يجي بنحكي له while مثل قبل شوية اللي هي زد دوت موف نيكست وبعدين نفذلي طبعا من تفقي انه هذه عبارة عن قيمة بوليان طول ما انه قابل للتكرار نفذلي عملية التكرار فمنيجي بنحكي له هنا print z dot current ولو جينا نفذنا هذا الامر لاحظوا معاي انه نفذلي العملية نفسها طبعا باقي الدوال يعني زي مثلا دالة declare زي الدوال العادي احنا استعملناها لو جيت مثلا هنا قلت له اكس دوت واستعرضت الدوال first is empty is not empty last single هذول الدوال add add all to list to set هذول الدوال احنا استخدمناهن في دروس سابقة لعندهون بكفة وربنا يعطيكم الف عافية